اجرى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة تعيينه وليا للعهد في إمارة أبو ظبي وخلال الاتصال أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تهاني وخالص تمنياته لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي بالتوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في ازهاره ونمأه ولي دولة الإمارات العربية المتحدة كلما تصب إليه من تطور وتقدم منوهن سموه بما يربط مملكة البحرين والإمارات الشقيقة من علاقات راسخة تحظى بكل الرعاية والاهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حافظهم الله كما جرى خلال الاتصال بحث سبول تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يعود بالخير والنفع على الجميع